تعليق بس ناو بس يفون نصف محمد محمد ديت فضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عايز اكلم حضرة الشيخ فى حاجة فى دكتور مستهر معاك حضرتك يا حضرت الشيخ قبل كده قلت ان نكاح العروسة اللى هى الصينية دى اللى هى التوماتيك دى ليس زينة السؤال ايه بس اقول لي السؤال حضرتك قلت كده قبل كده فعلا معرفش اقول لي السؤال لا اقولك الااجابة اقول لي السؤال كله على وقت انا باختلف مع سيادتك ان انت قلت كده لان النكاح التاعديت يعتبر عادة سرية لان الزهن بيستدعي نساء عاريات الواحد شافهم قبل كده لتتم الشهوة يعني هو زينة يعني ان هو زينة ايه؟ يبقى هو زينة يعني اه طبعا لان العادة سرية زينة قويس يعني يعني لا مش صح العادة سرية زينة لانك بتستدعي سيادات عاريات لا سيادة السادية وما استدعيش الزنا له احواله وشروطه وحدوده امال العادة السرية تعتبر ايه في الشرع تبقى حرام حرام ماشي بس يعتبر بدرجة من درجات الزنا لا الزنا شرعا ليه اشياء ليه تعريف معين وايس حضرتك ممكن تشوفه وتقول لي عليه ساعتها ان كنت انا مخطي ولا ولا لا لا انا انا اختلف معك انك تقول ده مش ان هذا حرام طبعا انت من حاجة تختلف ان انا انا افتي بما تعرف ان انا انا افتي بما اعرف انا 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 افتي بما اعرف وليس بما تعرف حضرتك وحضرتك يعني حرم بعد ذلك ان انت تاخد بما ارى او بما اقول لا الزنا له حدوده هو شروطه والمسألة هي قلنا ليس زنا او حرام شوف انت مختلف انا فيهم تشاف ان هي حلال او ان هي زنا ده زنا خلاص فاتواك خلاص فيش مشكلة خلاص ده راييك عليك بصراك عليك بصراك طيب